وفي مدينة مأرب شارك العشرات في وقفة عقب صلاة الجمعة لتضاون مع قطاع غزة والتنديد بحالة الاستهانة الإسرائيلية الأمريكية المستمرة بدماء الأبرياء العزل في القطاع المحاصرة ودع المحتجون في بيان دول العالم الحر إلى إدانة هذا السلوك الوحشي الإرهابي والعمل على وقف القتل اليومي بشكل فوري وثقا لقرار مجلس الأمن الأخيرة وحمل المشاركون في الوقفة الإدارة الأمريكية كامل المسؤولية القانونية والحقوقية عن سقوطها الأخلاقي وانخراطها في جرائم الإبادة الجماعية من خلال استمرار مد العدو الصهيوني بالأسلحة الفتاكة المحتجون طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتطبيق قراراته المتعلقة بوقف الإبادة الجماعية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة رسالة الجماهير اليمني في محافظة ماربة اليوم هو استنكارها للإصطفاف الأمريكي مع الكيان الصهيوني جنب إلى جنب سياسيا وعسكريا وبدل واسيا وفي بكاتب الممتحدة وهذا يدل على الصلاف وعلى التزاوج بين الإرادة الأمريكية والإدارة الصهيونية في إبادة أبناء غزة خصوصا منهم الأطفال والشيوخ والنساء ورسالتنا كذلك الأمم المتحدة أن لا تقف عاجزة أمام هذا الصلاف وأمام هذا الدمار وأمام هذا الاستنزاف لأبناء شعب فلسطين عامة وغزة خصوصا خاصة وقتلثة القتلى هم من الأطفال والشيوخ والنساء ورسالة الجماهير اليمنية في هذا اليوم للأمة العربية قيادة وحكواما وجماهيرا أن يقفوا جنبا إلى جنب مع أخوانهم في فلسطين ويكونوا مثل بقية أحرار العالم الذي يخجوه في كل حواصم الدولة الغربية وذلك تضامنا مع أبناء غزة ورفضا للحرب واستمرارها وللجرائم البشعة المنهجة في حق شعب أبناء فلسطين الذين يجعلون من أراضيهم